تشابه الأسماء يحول الأبرياء إلى إرهابيين ومطلوبين دوليا فقد أصبح المواطن العراقي يخشى من اسمه قبل خشيته من الإرهاب عشر سنوات من الوعود ولا حلول بالأفق لإنهاء هذه المشكلة لجنة الأمن والدفاع النيابية انتقدت عمل وزارتي الداخلية والدفاع فيما يخص تشابه الأسماء بين المواطنين الأبرياء بأسماء مطلوبين للقضاء ناقشنا هذه المسألة وكان هناك أعداد كبيرة تم اعتقالهم بعد أحداث تسعة ستة وسيطرة الداعش على بعض محافظات العراقية كان مكون السني في بغداد تم اعتقاله بشكل أشوائي ونحن ما نؤكد عليها هو الإسراء في مسألة التحقيق فيما إنه هو شخص المطلوب أمن لا وليس أن تبقى شخص في المعتق لمدة أشهر فقط لأنه تشابه الأسماء وبالآخر تقوم المنظومة الأمنية والمؤسسة الأمنية بالاعتذار بأنه كان فقط تشابه الأسماء وزارة الداخلية لم تكن واضحة تجاه هذه القضية التي تعد مصدر تهديدا على أمن وحياة المواطن بعض الأحيان تصدر مذكرات قبض بأسماء ثنائية أو ثلاثية هذه الأسماء تأتي من خلال اعترافات متهمين أو من خلال مصدر يلدي بمعلومات أو معلومات تجمع من خلال مصادر الاستخباراتية بالتالي يتم التعامل مع هذه المعلومة يتم أخذ باقي التفاصيل يعني هو أن تقلمنا عن اسم أيضا العمر يأخذ بالحسبان جنس المنتهم سواء كان ذكر أو أنثى التفاصيل المتعلقة به العلامات الفارقة هذه من تفصل يعني عملية فصل هذا المنتهم عن ذاك وبالتالي يتم التعامل مع هذه الحالة هي الحالة ليست بسهلة ولكن نتعامل بها بدقة ونحاول قدر الإمكان أن لا نضيق الخناق على من تكون أسماءهم متشابهة ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تستمر لسنوات طويلة قادمة وقد يتحول الأمر إلى تصفية حسابات بين أشخاص لأغراض كيدية وكلها تنطوي تحت ذريعة تشابه أسماء لشخصيات إرهابية يقع ضحيتها المواطن البريء من بغداد ندى المرسومي المدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر